سائل بيسأل دخلت محل كبير بدون ذكرى اسماء واشتريت بخمس تلاف جنيه حاجات الدوني كبون وقالوا للكمول بتاعك كسب ودوني هدية ايه حكم الهدية ديت؟ الهدية ديت في حالتين تجوز تاخده وفي حالة حرام لازم تتصدق بتبعه طب ايه الحالتين ينفع تاخدهم؟ اول حالة ان انت داخل معروف اللي يشتري بخمس تلاف عاياخد هدية بمئتين وكمسين جنيه ده هدية من الراجل اللي اشترى ده تجوز شرعه مفيس صحبات يبقى اول حاجة انك خدت هدية مفيس صحبات تاني هدية تجوز ان انت داخل ومش اصدق اصلا على الصحبات انت كده كده ناو تشتري بالخمس تلاف جنيه فجتلك هدية تاخده لانت لم تقصد ذلك لكن انت بقى داخل مخصوص واشتريت بالخمس تلاف جنيه وتقصد ان انت تشترك ومستني النتيجة وخدت فلوس ساعتها نقولك حرام ميسر فالميسر ان انا ادفع اشتري حاجات زيادة زيادة عشان اخش في السحب انما الخمر والميسر والانصاب ريسل من عمل الشيطان اقول قولي هذا واستغفر لي لتعرف التفاصيل والادلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فانه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لاتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة اي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة احمد حسني سائل بيسأل اشتريت كيس شبسي لقيت في كبون جبتي كيس تاني هدية اشتريت جلتاية لقيت في كبون جبتي جلتاية دانية هدية ايه حكم الهداية ديه؟ الهداية دي نوعية نوع جائز حلال ان انت شاريه اصلا الشبسي والجلتاية مش شان هدية انت شاريه عشان انت محتاجه جاءت لك هدية يجوز تاخدها ودوت يعتبر هدية من المنتج لك النوع التاني بقى ميسر وحرام ان انت شاريه جلتاية دي مخصوص النوع ده مخصوصش الهدية بتاعته ده لا يجوز شرعان تجيب علبة شبس عشان تشوف الهدية بتاعتها ده لا يجوز شرعان ده ميسر انما الخمر والميسر والانصاب وريكسر من عمل الشيطان لان انت اما اشتريت العشر كياس شبسي زيادة كأنك اديت له عشرة جنيه هدية يعني المكسب زيادة والسحب كده ممكن تكسب ممكن متكسبش ده هو ده الميسر ده القوة ما تشتريش حاجة عشان عليه جويز حرام تشتري حاجة عشان عليه جويز لتعرف التفاصيل والادلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فانه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لاتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة اي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة احمد حسني سائل بيسأل انا شغال في القص امتى القص يكون حرام الاصل ان القص يكون حلال الا في 8 حلال اربع شروط واربع معلومات الا اربع شروط ان انت تشترط على الراجل غرامات تأخير كل ما يتأخر تتنفعه غرامات او لو اتأخر تهدد تقوله عن ايه لشريحة اعلى بدل حاجة بعشر تلافع خليها باثنشر الف على فترة اطول داربة وداربة تالت شرط انك تشترط عليه لو جاب الفلوس فوري هتعامله بسعر الفوري هتغير البيع للفوري بادا يرجعلك الفلوس الكاملة وبعدها تكريمه انت مبدأ من عندك بس مفيش حاجة اسمها تحول لي فوري اخر حاجة انك تسلمه للبنك وهو يتعامل بريبة للبنك اربع شروط لو شرطهم يبقى ده حرام اول شرط غرامات تأخير الموضة تالية تاني شرط ترفعه شريحة تانية تالت شرط انك لو جاب على تقلل الفلوس اخر شرط انك تسلمه للبنك واربع معلومات او المعلومة انه عايعمل تورق يعني هياخذ البضاءاء يحراءة عشان نمسك فلوس حرام تبعله عشان ان التورق قربة تاني شرط انه عايعمل عينه انه عايش طرا جا قصت ويرجعي بيع حالك عشان نمسك فلوس برضه قربة هرام تبعله ثالت حاجة انه عايستخدم الكمبيوتر ده في حاجات محرمة حرام تبعله رابح حاجة انه يكون فى وسيط هو اللي مغطس البيع وقاعد في البيت ما بيضمانش باعد فلوس بس حرمت بيع وتقوله لازم الوسط يجي ويستلم الحاجة بنفسي تمن حاجات دونه متوفرين البيع الاستحرام مش متوفرين البيع الاستحلال ورب الله بارك لك رب لتعرف التفاصيل والأدلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فإنه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لإتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة أي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة أحمد حسني واحد سائل بيسأل بيقول عندي بقرة بتيجي وقت التلقيح لازم اوديها للذكر للطور والطور ده موجود عنده واحد والواحد ده عشان هدخله البقر لازم ياخد 200 جنيه قولاً واحداً انه عنقوله اللي انت بتعمله ده حرام ولا يجوز طب ايه الحل المشكلة دي اتعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم مر واحد من كلاب كان عنده كان عنده ذكر والذكر ده بيقول اليام جداً ومتضعش لبن ولا حاجة فكان بياخد الناس فنوس والواتب فجال النبي تسلم فسأله فالنبي قال نها عن عسب الفحل قال له حرام حرام تاخد اجرى على التلقيح قال له يا رسول الله طب احنا انا نكرم فاجازة له في الكرامة يعني الناس تديه ولا يديه ياخده وده هدية بالناس له لكن ما يشروطش مبلغ معين ما يشروطش لان الاجرى على عسب الفحل محرامة ده الباب الوحيد يا اما تشتري ذكر بنفسك لتعرف التفاصيل والادلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فانه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لاتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة اي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة احمد حسني سائل بيسأل انا محتاج فلوس وعاوز استدف فلوس نقوله عشان تستدف فلوس ان تعرف احكام القرد اولا لا تقترد الا للحاجة قال النبي السلم لا تسأل الناس شيئا والشهيد بيغفل له كل شيء الا الدين ما تدينش للحاجة تاني حاجة انه لو ما يجي معاد السداد لازم تسد في الوقت لو معاك فلوس وما سددش في الوقت حرام عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وعد اخلف وقال ادف المنافق وربنا قال واوفوا بالعقود تالت حاجة وانت رايح تسد الدين اللي عليك لو تعرف تدي عليه هدية من عندك بدون اشتراط ادفع عليه هدية قال النبي السلم خير الناس احسنهم قضاءا رابع حاجة لو جاء معاد السداد ومعاكش فلوس ما تقفلش تليفونك حرام عليك اطاق الله ما تهربش حرام عليك اطاق الله روح لصاحب الدين قعد وشك في وشه وطلب الانذار تحقق شرعا لكن ما تخليش الراجل يدي عليك وتدوخ الراجل وراك السبع دخل ولا تقبل ابدا اي فلوس يشتريتها الراجل مقابل التأخير اي فلوس مقابل التأخير فلوس حرام وياك تشتري حاجة وتحرقها عشان تسد اللي عليك التورق ريبة التورق ريبة قال عمر عزيز التورق ريبة قل قوله هذا واستغفرني عليك لتعرف التفاصيل والادلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فانه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لاتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة اي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة احمد حسني ما حكم ارضية التين يعني ايه ارضية التين يعني واحد عنده شجر تين شجر تفاح اي شجر ومعهوش فلوس يجاهز الشجر فبيروح للمعلم بتاع الوكالة اللي بيستلم السمار ويستلب فلوس منه لحد ما الارض بتاعته تطلع السمار ويبدأ يديله ينزله البضاعة يباحها وياخد الدين بتاعه ارضية التين ربا لا يتجوز شرعا لان الراجل بتاع الوكالة سلفك العشر تلاف جنيه وانتفع من ورا السلف جر نفع ايه هو انه هو ضمن صمصارة التين ده عنده تمام ضمن البضاعة دي هتنزله هو العباح طيب ايه الحل انا معايش فلوس الشرع انا فتح لك فتحتين اول فتحة ان انت تبع له سلام تقوله انت ليك عندي طن تين مش من الارض من اي مكان اسلمهولك بالمواصفات كذا في موعد كذا يبقى دابع سلام يديك فلوس ولقى عندك تين تين ده بقى يجيبه منين ده حاجة انت خصك انت تاني حاجة المساقاة ان انت تقوله انت نشتركه مع بعض انت بالفلوس وانا بالارض ولا بالشو واللي يطلع انت ليك تلت الارض ليك ربع الارض زي ما تتفقه واللي يطلع من الارض يتوزع واحدة يقول بس ان ده حرامية نقولك اليهود كانوا حرامية والرسول عمل معا موساقاة ما ينفعش لا يجوز شرعا ان انت تشتبيع تأجر ارض فيها شجر لا يجوز شرعا تبيع سنوار لسنوات لا يجوز شرعا تستلف على الزرع لتعرف التفاصيل والادلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فانه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لاتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة اي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة احمد حسني سائل بيسأل انا استلفت 3 جنيه من الشركة المصرية للتصالات حسبوها عليها ب4 جنيه هل ده ربة لا مش ربة دي خدمة بتقدمها مقابل تاخد مقابلها جيني كلمة سلفني دي كلمة مجازية انت ما استلفتش ما خدتش 3 جنيه وعجعتهم 4 لا هي ديتها خدمة 3 جنيه قيمتها 3 جنيه بس عشان انت ما دفعتش ما دفعتش مقدم حسبتهم ب4 خدمة تسلفني حلال خدمة تسلفني جائزة شرعا لتعرف التفاصيل والادلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فانه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لاتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة اي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة احمد حسني سائل بيسأل انا محتاج رأس مال ليه في التجارة فروحت الواحد غني قال لي خد الفلوس ومضي عليها وصلة امانة خسرت معرفكش كسابت الديني مكسبي هل المعاملة دي حلال لا المعاملة دي ربا بدام رأس المال مضمون وحفظه الصون ولا يتحمل خسارة تبقى ربا على طول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة اكل ربا وموكلة وشاهدي وكاتبه وقالهم سواء لازم الشرع ان انا بديك فلوس على المكسب والخسارة المكسب لتعرف التفاصيل والادلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فانه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لاتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة سائل بيسأل في واحد جاب له دي وبيطلب نبيها وهل ينفع اخذ العيديات بتاعة العيال اللي لموها من خلالهم ومعممهم الباب دا كله اسم باب الهبة الهبة نوعان هبة على عوض الهبة على العوضية لازم تردها حرام عليك ما تردهاش قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء حق بهبته ما لم يسب عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شرطهم طب ايه المثال ايه الهبة على العوض وانت قدت فرحك الناس جدت ديك نقطة فرح ابنك لازلت نقطة مراتك اديتك الدهب عشان تتجر بيه وتحسن مع الشريطة رحت انت واخد الدهب وتجوزت بيه واحدة تانية ساعتها لا يجوز لك اللي ترجع لها الدهب الاول لان انت لم تسيبها عليها حسن المعاشرة جبت لها واحدة فلا يزم عاوز تتجاوز تجاوز من فلوسك انت تجاوزش من فلوسها النقطة التي ترجع طب الاولاد خل الاولاد ادي لهم متين جنيه عشان المتين جنيه دول انت عا تديهم لعياله فبالتالي انت معاكش متين جنيه فعمق ايا جزك انك تلم العيديات دي وتروح تسدها لاصحابها مدام انت مزنوق فيها ولا او ده مش ردي هبه والحيب طب السؤال طب ان نوع التاني هبه على غير عوض واحد اديك قلم واحد اديك فلوس ده لو طلب هديه وتاني تقول لا مش عدهيالك لان النبي قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه وما فيش عرف ولا فيه شرط ان الهبه دي ترجعتين الهبه بنام خدتها امراضة جديدك دهب وانت ما تجوزش عليها بتقولك عاوزة دهب يقول لا ملكش عندي دهب العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه طب لو ظلمتها ورحت ضربتها وطلبتها بلاحق قولوا قولي هذا واستغفر ليولا لتعرف التفاصيل والادلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فانه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لإتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة اي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة احمد حسني تائل بيسأل ما حكم المقولة الهدية لا تبيع ولا تهدى عن قدي مقولة باطلة مخلفة للأدلة الهدية لو حد دهيلك يجوز تبعها ويجوز ان انت تهديها طب ايه الدليل؟ الدليل النبي صلى الله عليه وسلم ملك اسمه كيدر الدومة اداله هدية فانده النبي خد الهدية دي اهداها العليه فعليه قال له اعمل بيها القماشة دي رسول الله قال له قسمها على الفواطم مين الفواطم دول؟ تلاتة فاطمة مراته فاطمة بنت محمد وفاطمة بنت اسد امه وفاطمة بنت حمزة كان هو متولي متولي تربيتها طيب ايه الدليل ان الهدية بتباع؟ النبي صلى الله عليه وسلم جانه هدية اعطى جبه من الحرير هدية لعمر بن الخطاب فعمر قال لعمل بيها رسول الله قال له بيحها وانتفع بها فيجوز هدية البيع مع ملاحظة ان انا محاج الدين هدية وبيحها قدامه لانه ده بتحزنه وفي ناهي عن احزان المسلم قولي هذا لتعرف التفاصيل والادلة وتحقيقها ننصحك باقتناء هذا الكتاب فانه ثروة ففيه كل ما تحتاجه لاتقان فقه البيوع والمعاملات المالية وهو بسعر التكلفة اي بربع سعره قناة يوتيوب مدرسة احمد حسني